اشتركوا في القناة الزميلة خالي جرينيس جالت بين الزهور المحلية وافتنا بالتقرير التالي تحت شعار مملكة الزهور استقبلت المحميات الزراعية بهورة عالي جمعا من عشاق الورود والزهور ليتعرفوا خلال جولتهم في معرض الزهور الذي انطلق صباح اليوم على المنتج المحلي والذي تمت زراعته وفقا لأحدث التقنيات التي قامت عليها مجموعة من المزارعين البحرينيين الهدف الاساسي من تنفيذ هذا المعرض هو خلق تسويق جديد للمزارعين البحرينيين نافذة جديدة تسويق منتجاتهم منتجات طبعا مختلفة كما ترون منتجات زهور وهذا طبعا راح يتنوع هذا بالمنتجات راح يعطي دافع للمزارع أن يستمر في الزراعة وهدفنا الاساسي احنا الاستدامة في الزراعة وراح يعطي المزارع أيضا عائد مادي أكبر طبعا المشاركين في هذا المعرض من المزارعين تقريبا تسعة زيادة إلى وكالة الزراعة سوق الزهور يقام في نسخته الأولى لهذا العام بمباركة كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وتحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وكيل الزراعة والثروة البحرية حيث تولت إدارة الحاضنات الزراعية الإعداد لهذا المعرض ليؤكد على قدرة البحرين على الاكتفاء ذاتيا في هذا الجانب فضلا عن دورها في تشجيع المزارعين على تنويع منتجاتهم الزراعية على اعتبار أن قطاع الزهور قادر على المساهمة في رفع دخل المزارع بالنسبة عالية وفقا لدراسات المشاريع التي أعدتها وكالة الزراعة والثروة البحرية الأوركد من نباتات الغالية جدا واللي كان من الصعب جدا أقلمتها وزراعتها تحت ظروف البحرين بالتعاون مع فريق تايواني مجموعة من الخبراء نجحنا في زراعته سواء عقل خضراء أو زراعة نسيجية وطلعنا منه يمكن زي ما انتوا شايفين خمس ألوان وعقدنا من أسبوعين ورشة عمل حضرها ربات البيوت رواد الأعمال أصحاب مشاتل زراعة وإنتاج الزهور عرفناهم كيفية إنتاج الأوركد بإمكانيات بسيطة وسهلة العملية تحتاج بس إلى صوبة مبردة الأوركد زهرة غالية جدا وزهرة حساسة وإحنا بننتجها بأقل تكاليف في هذا المعرض يتم عرض مجموعة من الزهور المختلفة ذات الروائح العطيرة والألوان الزاهية قاعد عندي محاولات حين أن نزرع بعض أنواع الورود التي ممكن نزرعها في البحرين مثل الليليز كانت محاولة والحمد لله نجحة وأنا سأعيد بمشاركتي في المعرض الزهور وهي فرصة ممتازة أن نعرض الأشياء التي نبيعها في المعرض نمشاركين في معرض الزهور في أنواع مختلفة من الزهور طبعا الزهور عندنا نوعين موسمية ودائما لا هي طول السنة طبعا الموسمية فيها أنواع وايد منها تنزرع في فصل الصيف ومنها تنزرع في فصل الشتاء الموسم الأول لسوق الزهور يسعى إلى تعريف الناس بأهمية زراعة الزهور والورود كونها تمثل أحد أهم عناصر التجميل النباتية المسؤولة عن إحداث التغيير البيئي في عيون سكان وزائر المملكة حيث قدمها المعرض بشكل لافت من خلال مجموعة من التصاميم التجميلية المنوعة من ناحية ألوانها وأحجامها التي تعكس نوعا من البهجة والمتعة لدى المواطنين والمقيمين محميات زراعية احتضنت زهور عالمية تفتحت على أياد بحرينية بمملكة الزهور فالورود بأشكالها المختلفة تأسر العيون قبل القلوب لروعتها وجمالها بألوانها الزاهية ورائحتها العطرة خولة لجرينيس لمركز الأخبار